تفكيك شبكة كبيرة تتاجر بالمخدرات بينها امرأة بعد كمين محكم أسهم في إلقاء القبض على تلك المزاميع في العاصمة تحركات استخبارية وأمنية تأتي لقضم ما تبقى من تلك العصابات في مختلف مناطق البلاد محاربة آفة المخدرات والاستفادة من قانون 50 والتي تنص المادة 40 من قانون 50 بأن المتعاطي مريض تم بناء مصحات في جميع أنحاء العراق والشرطة المجتمعية تعمل بجانبين الجانب الأول هو جانب تثقيفي توعوي في الأماكن الهشية وأماكن استقطاب الشباب والمراهقين والجانب الثاني هو الاستفادة من المادة 40 من قانون 50 والتي تم استثمارها ومعالجة كثير من الشباب والمغرر بهم والمراهقين وبينما تؤكد وزارة الداخلية على استنفار تشكيلاتها الأمنية والاستخبارية لمطاردة فلول المتاجرين والمتعاطين تستند في تحركتها على أوامر قضائية وإجراءات قانونية مستمرة لبعاد شبح الموت الأبيض الذي يلاحق الفتية والشباب والفقراء نقبض على عشرات المروجين ومتعاطين المخدرات ويحالون للقضاء لجزائهم العادل المشكلة بالأسرة والطفل أنه كل ما ذكره له هو يخل بالجانب التنظيمي للأسرة استخدام السيئة للسوشال ميديا، المخدرات، البطالة، الفقر في السياق ذاته أعلنت الجهة الأمنية عن القبضة على نحو 72 متاجرا دوليا بالمخدرات في حرب أسهمت بتفكيك العديد من الشبكات المحلية والدولية من بغداد صابرين كاظم، العراقية الإخبارية